بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام الفيديو عننا اليوم صنع جهاز كشف الذهب وسر بناء الملفات وعمق اكثر من مترين ان شاء الله اخواني الكرام بس خليكم معنا وركزوا معنا في هذا الفيديو رح نبدأ ان شاء الله تعالى بهذه الدائرة هذه الدائرة التي امامكم تتكون من 4 رونزوسترات فقط مجموعة صغيرة من المكثفات و 4 مقاومات 10 كيلو مقاومتين 39 كيلو مقاومة واحدة 2.2 ميجا زائد هدفهم طبعا نركبوا بالطريقة التي ترونها امامكم ان شاء الله تعالى تكون الدائرة ناجحة كم العمق العمق رح نحكي عليه في اخر الفيديو ان شاء الله تعالى بالتفصيل تابعونا لنهاية الفيديو اخواني الكرام خلينا نشوف الدائرة الموجودة الثانية امامكم الدائرة الثانية امامكم هاي برضو تقريبا قريبا من الدائرة الاخرى رح نشوفها طبعا اخواني الكرام قبل ما بانسى كل الدوائر بالتفصيل بالصور الكاملة مهندسة رح تلاقوها بقناتنا على الواتس رح حط لكم رابط القناة في اخر او وصف هذا الفيديو ان شاء الله تعالى يتكون هذا الجهاز ايضا من ملف ومجموعة من قطع الالكترونية مكثفات طبعا الصغيرة قيمتها 100 نانو رقمها 100 واربع ترانزوستور بي سي 547 وكما رح طبعا اذكر ان شاء الله تعالى في اخر الفيديو بدل الترانزوستورات طبعا هذه من ابسط الدوائر اللي صنعناها في قناتنا كاشفنا عادة مثل ديتكتور اخوان الكرام صنع الملفات بسيط جدا وله اسرار في الصنوع له مجموعة من النقاط المهمة رح نركض عليها في هذا الفيديو خليكم معنا باخر الفيديو ايضا رح نتكلم عن هذه الملفات ان شاء الله تعالى بالتفصيل اخوان الكرام هون عنا مقاومات 39 كيلو مقاومتين بس وعنا هيدفون اي هيدفون تركب هون رح يصلح ان شاء الله تعالى رح نتكلم الآن اخوان الكرام عن الدائرة الثانية هذه الدائرة شفناها قبل هالا مرة يعني دائرة بسيطة لغاية حبيتها تكون من 4 ترانزوستورات عفوا و 4 مكثفات صغيرة 100 نانو 4 مقاومات 10 كيلو و جميع ترانزوستورات بي سي 547 و مكثف قطبي 220 مايكرو ملفين الملفات رح نتطرق لصناعة والتفصيل اخر الفيديو ان شاء الله تعالى في عنا بس المهم تنتبهوا بطارتين واحدة 9 فولت رح تكون باعلى الدائرة ان شاء الله تعالى و 6 فولت اخر الدائرة زي ما انتم شايفينها نروح على الدائرة الثانية المهمة في جهازنا هذا اليوم هذه الدائرة الصحيح صنعناها كمان احنا اكثر من مرة فيها حوالي 6 ترانزوستورات كلها بي سي 547 او احد البدائل احد البدائل ممكن يكون 2 ان 3904 ممكن اه سي 18 15 في عنا بي سي 550 اه 2 ان اه 555 واحد كلها بدائل خنروح على الدائرة او خلينا نشوف الدائرة الي بعدها هاي الدائرة تقوى من ثلاثة ترانزوستورات و اي سي خمسة خمسة اي سي خمسة خمسة تجدوه في محلات الالكترونيات وايضا في محلات تصليح الاجهزة الكهربائية متوفر بكثرة ثمن ولا تجاوز نصف دينار فقط اه ايضا ترانزوستورات نفس البدائل اثنين ملفات عنا رح نتطرق صناعتها اخر هذا الفيديو خليكم معنا اخوان الكرام وعنا مقاومات قليلة جدا ممكن استخرجها من اي راديو اي تلفاد خربان وعنا مكثف طبية اه واحد مايكروفراز زي متوفرين بالصورة سمع عادية اخر الجهات ورح يشتغل ماكو الجهاز زي الحلاوة بس انتوا اتقنوا صناعة الملفات ورح تشوفوا النتائج ان شاء الله رح نروح على اه الملفات الان اه الملف الاول هو قطر او الملف الصغير قطر اه اه 15 سنتي 11 لفة جميع الملفات بسلك واحد نوعيته اه نصف ملي اه الان اول اه ملف هذا 15 سنتي قطر طبعا الملف الثاني نفس الشي نفس الشكل بس قطره 30 سنتي 11 لفة عفوا سبع لفات الملف الاول اه اه 15 سنتي اه 11 لفة قطره 15 سنتي وعليه 11 لفة لكن هذا الملف سبع لفات قطره 30 سنتي عمق الملف الاول 25 سنتي للعملة وعمق هذا الملف الاقصى متر للاحجام الكبيرة اه طبعا متر اشي ممتاز على هذا اه الملف اخواني الكرام ورح تستمتعوا طبعا راح يكون عندكم مستقر هذا الملف راح يكون اه ممتع جدا ولكن اه لازم تسمعوا كيف تصنعوا هذا اه الملف بالتفصيل راح احكي عنه في هذا الفيديو راح يكون فيه هناك شروط لصناعة الملف اه اخواني الكرام اه ننطلق اه اه الان لصناعة الملف الثالث اه الملف الثالث اللي هو قطره او طوله اه ستين سنتي هذا هو الملف الان امامكم الملف الثالث اللي هو طوله ستين اه سانتي وعرضه اه ثلاثين سانتي ستين في ثلاثين اه 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 بيضوي الشكل هذا الملف عمقه الاقصى يصل الى متر وربع قد يصل في بعض الاحيان اه متر ونص اذا اجدتم سنع الملف خاصة كيفية لف الملف ورح احكي عنه انا بالتفصيل ان شاء الله تعالى كمان اه شوي عليه هذا الملف خمس لفات من سلك نصف ملي اذا خمس لفات من سلك نصف ملي الملف اللي بعده الملف المربع عليه هذا الملف ممتاز جدا يصل عمقه الى اه متر ونصف يصل عمقه الى متر ونصف على خمس لفات هذا الملف اه يعني بصراحة اربع لفات يكون افضل ممكن نحط خمسة لكن اربع لفات يكون افضل ويأتي بعمق افضل وان شاء الله تعالى طبعا اه اربع لفات عمق متر ونصف يصل هذا الملف الى اه حوالي متر وسبعين سانتي احيانا الملف الاخير الملف الكبير اللي هو طوله متر كامل وعرضه اه 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 ستين اه افضل خمسة وخمسين سانتي طوله متر وعرضه خمسة وخمسين سانتي هذا الملف يأتي بعمق اكثر من مترين على تجربة الشخصية حيث ان العمق اتى معي تقريبا مترين وثلاثين سانتي اخواني الكرام بدون اي مبالغة مترين وثلاثين سانتي وان شاء الله تستمدوا بهذا الملف عليه اربع لفات الملف الكبير اذن البيضوي عليه اربع لفات اخواني شروط صنع الملفات اول اشيء لازم يتم اللف بشكل منتظم زي ما تشايفين عندكم بالصورة اللف بشكل اه منتظم والسلك يكون لازم مشدود ايضا لازم نلف الكربون اللي هو الخاص بالبطاريات تاعات المسجل على الملف الكربون لفه راح تشوفوا فيديو مفصل في اه اه قناتنا على الوصف لهذا الموضوع ايضا يجب عزل الملفات عن الهواء الخارجي باي قطعة بلاسف ممكن نازل ملفات او بربيش او وهكذا اه اخواني الحصول على صور واضحة للدوار المختلفة التي شرحناها في هذا الفيديو واعداد الملفات واسرار صنعها يرجع مراجعة قناتنا على واتساب الرابط موجود في وصف هذا الفيديو ان شاء الله تعالى اه لا تحرمون اخواني الكرام من الاعجاب بالفيديو الاشتراك في القناة ومتابعتنا على قناة الواتساب اللي راح نحدث فيها الصور دائما بشكل مستمر ان شاء الله لا تحرمون من دعمكم اخواني الكرام نحن نقدم هذا العمل ان شاء الله لوجهه الكريم ان شاء الله تعالى ونبتغي دعمكم في هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته